اشتركوا في القناة اكثر لعبة لعبت في عام 2015 وهذا حين في 2016 ديستني يعني قبل يقول يا اخي انت ليش كاره ديستني و ليش مكاره ديستني الا انا احب ديستني واللعبة جبارة خرافية بس انا كاره بنجي فخليمتدي معاكم في نص الموضوع الحين واعطيكم الزباد اللي في بالي طبعا زي ما قلت لكم ديستني لعبة حلوة مرة حلوة لاحظة ما اتكلم عن غرافك ما اتكلم عن شي اتكلم عن اسلوب اللعب شي جبار بس ان في مشكلة بنجي شوي ما اخذ زرعة من الغباء الزايد اقولكم ليش خلينا ابتدي في ايام البي في بي او نقول كروسوبل ايام اول كان السورس رجيم مرة قادح السورس رجيم لوحده كان قادح راح اخذوا كل الارتو ريفل خلوهم في القاة نرجع شوي متقدم بعد شوي الفيوجين كان مرة قوي اخذوا الفيوجين كان يزلوا كل الفيوجين في القاة مرة سلح ما يستخدم ما لك هرت قوي في البي في بي والبي في ما هيفكر استخدمه ضعفوه الاثنين نلعب يفكر شوي قالوا الشتقن ما احد يلعب فيه خلينا رفع الشتقن كلهم صاروا كل الشتقن مرقاد حين درجة ان ما احد يلعب إلا بالشتقن وبالثون او الاستورد او هاكمون يعني كان هاند كانون وشتقن شافوا الوضع لا اكيد في شي خطأ الاكزوطي كلهم جبارين لازم اضعف كل اسلحة الهاند كانون ضعفوا كل الهاند كانون ضعفوا الشتقن قالوا سنايبر مستحيل سنايبر ما في شي ناس تكلمت عنه فلازم نغيره فينزلك سنايبر بام اسست خرافي مرة قادة لدرجة انه لما يعرف اللعب سنايبر يكون مرة خرافي يعرف اللعب يكون معترف يا حبيبي تجيب الضعفة فوق راس تنزل في نصر الرأس ما تدري كيف فاللي ابي اقوله يعني اللي يحط الاشياء هذي اللي يعدل في الكروسبول اتوقع انه محشش اذا محشش سكران كده على جنب شوي وجاي عدلهم ولا واحد كده ما يعرف شون الطبخة قال يا ابو يخلنا غير نجرب يعني أنا مستغرب ان بنجي عندها خبرة في هيلو سنين في هيلو سنين مو سنة واحدة ولا ثنتين سنين في هيلو هيلو كانت محط مقولة في ديوتي بمراحل يوم ما تت هيلو طلعت مقولة في ديوتي فأنا ما أدري ليش بنجي فيهم هذا الغباء الزايد من الجرعة الزايدة لما أخذهم الغباء صراحة نعتبر غباء من جد اعتبر غباء واللي يحط هذا الأشياء أكبر غبي في الحياة لأنه ما عنده مخ ما يسوي شيء بعقلانية يمشي على رقم قدامه يشوف مثلا سلاح اكزوتيك جبار يضحف كل نفس النوع السلاح ياخذ ثورن قوي ضاعف الثورن لا ضاعف باقي الأسطيحة الثانية لدرجة أنه كل مرة تلعب ديستيني تحس أنه لعبة جديدة تحاول تتعلمها من جديد هذا اللي كرحني في ديستيني ما بأتكلم عن الدروع أن كل دي اسي ينزل لازم ندور جروع جديدة وأشياء جديدة هذا شي طبيعي الدروع كلها سبوع سبوعين وضعك في السنباتيك يعني مرة في اللوص بس اللي أتكلم عنه كروسبول إذا اللعبة به تنجح لازم كروسبول يكون ناجح هذا الشي اللي أبي أقول ما بأعددكم ألعاب كثيرة ألعاب ما تخلص منها بس كونتر سترايك هذا تكفي اللعبة ما ناجحة إلا في البي بي بي مرة بالسطوري ما حد يفكر يطالع فيها أساسا ليج أوف ليجند أدلنا اللعبة الثانية بس الأسلوب بي بي هو الوحيد اللي ماشيها إذا البي بي مرة جبار اللعبة راح تعيش في تطويره فهذا خلاصة الكلام اللي أبي أقوله اللي في بنجي يشتغلون يكرهون الصراحة في كروسبول كل مرة تتعلم أسلوب جديد في اللعب وكل مرة الأشياء تتغير مرة البوسترافل قوي مرة يجيك واحد كده يحتم يقول أوه والله هند كنوا كلهم قويين ليش كده ضعفوهم السلاح واحد قوي يصير كل اللعبة كده مختار بفوق تحت فتوقع عغلب الناس اللي لعبت ديستيني فتاة طويلة تفهم شعوري فهذا الفترة اللي راحت تقريبا شهر اللي راحت لعبت بس ترايز ما لعبت شغل ترايز حتى الرايد ما دخلته ما فكت أدخله بعد ما خلصت الهارد مرتين ما يثلاث ما فكت حتى أدخله يعني حتى ما عندي ولا شخصية وصلت اللايت اللي حقه 320 والحتى يمكن 315 لأن أنا متأكد أنه مع الديلس جديد ولا ما أدري متى راح ينزل والموعود المفروض أنه ينزل من زمان ودستيني تتأجلت على الشان الديلس ما أذي كيف أتوقع أتوقع تفكيرهم ما أذي متى راح يسل هالشي يعني الشي اللي يغبيني الثاني دافعين قيمة اللعبة تقريبا شبه مرة ثانية عيسان إكسبانشن والديلس تأخر فترة طوية لحد ذحي ما نذلي عنه شنو اللي صاير المفروض أن نزل ديلس 2 حق دستيني اللي هو تايكين كينجي المفروض أن نزل ديلس 2 الأول لحد الآن ما نزل أنا ما أذي متى يبوني أن نزلونا ولا عندنا أي معلومات عنها والشي اللي أنا عرفة أن دستيني 2 تأجلت مات راح تنزل في سبتمبر الشهر السنة هذه نفوض تنزل دستيني 2 فيه يعني وهذا اللي صاير الكلام عليهم يعني أحس ده أول مرة أن أن صبت في لعبة أحب العاف فيها يعني مو أتكلم عشان المبلغة اللي دفعته في اللعبة صراحة حلت أبو المبلغة لدفعته بس إن مطورين اللي في بنجي أحسهم كذابين هذا اللي أحس أنا ما فيه مصداقية أبدا Qu damp أول في بداية تحسهم مرة يجي قديج ياخد ويعطي معه يشوف الناس يتكلمهم مع الناس يتكلمهم شنو اللي تبون شنو اللي ما تبون ومن Marvel واحده سوفوا أنا معي شنو اللي صاير ما انا Winsey ما اعنيціїه شنو اللي صاير داخل بس لأول مرة أيضا أنا Laban في ظلام ما ادي الشنود اللي صاير قدامي أساسا وهذا اللي كرهني في ديستيني يعني احتمالا ينزل بعد اسبوع أو اسبوعين أو ثلاثة من هذا الفيديو ما أدى من تصراحة راح يندل اكسبنشن أو ديالسي قصدي مع أنه توقع راح يتكرمون عنها هالفترة الجاية أتوقع توقعا مني بس متل ما أدري مفوض أساسا نزل من الزمان مع بداية السنة الشهر الحين تقريبا بس تسفون فنرجع لمحور حديثنا الأول مرة حس مطورين ديستيني يخلونك في المجهول لدرجة أنك ما تدرش أنه لا راح يصير قدامك والكروسوبر كل ما يال في انحدار ولا في أي تصليحات يعني أتذكر أيام الفيكس أخذ نعطيكم مثال يعني ليش ما في تصليحات أيام الفيكس أول ما نزل الفيكس يا حبيبي كان السلاح قادح في كروسوبر يا حبيبي ثريت و فور شات تكيل لي قدامك يدوب أول ما نزل الفيكس نزلوه الباتش سريع عدلوه و خلوه كده مزبوط أن السلاح لعناه وأبو جده خلوه ما يمديك تلعب فيه شوي نزلوه اللي بعده خلوك الثون المرق قادح الثون المرق قادح الكل يشتكي منه و يدوني كل يشتكي منك و يبوني عدلونا بس خلوه يمكن مدة شهر ثلاث شهور أول حاجة كده أربع شهور فترة طويلة يعني ففي تناقض يعني تتعدل كل الأسلحة سريع تشوف التوازن الممتاز في اللعبة أو أنك تترك اللبن أو ما تنزلها فماضي حد خيال ثاني مستحيل يكون خيال يا أنك تتعدل تساوي شيء أو لا تتعدل على شيء إذا أنت مو عجب أنك الوضع معنى مستحيل مفروض ما تتعدل على شيء يعني أنا أدري أنه في تناقض مع نفسي بس المهم نرجع لمحور حديثنا فهدف فترة جاية راح أسحب على دستاني ما راح ألعب لازم ما ينزل دي ألسي كامل و أشوف أنه فيه تحسن لأنه إذا ما نزل دي ألسي مستحيل أرجح لأن اللعبة بدأت أكرهها لأنه لو لعبت بعد فترة جاية إحتمال أسوي له دليت مني عندي البلايستيشن كامل دليت كده دليت ما أشوفه مرة ثانية في الحياة مع أن اللعبة حلوة ما أقول فيه شيء بس أن اللعبة تمشي في طريق خطأ كبير 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 والصراحة حسيت نفسي شوي غشيم مو غشيم مؤايد يعني عميت شوي في دستاني جلست ألعب طوقت في دستاني وحاربت نفسي من الألعاب والله مفروض ألعبهم من زمان فهذا الفترة الصراحة يعني هذا اليومين اللي راحت كنت ألعب The Division الصراحة رجعت لأشياء كنت فاقدها في الجايمينج والله كنت فاقدها من جد حسستني أن بديت أرجع للجايمينج من جديد أحس أكتشف عالم الجايمينج مو كنت ألعب في دستاني ألعب كأن أعيد كل يوم نفس الشي لمدة سنة كامل من سنتين حاجة كده مهما ما جلستين طبعا السنو شوي بس من نزلت يعني سنو ربع قريب النص فاهمي كناب قضي بس نقعد نعيد 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 ما في شيء بس أنا لعب ديفيجين حسيت أنه في شيء جديد أحس بالمتعة يوخ والله إنه متعة حسيت أنه فيه متعة من الجد متعة فتوقع لألعب ديفيجين ومعه ربع ودخله الدارك زون رح يحسون بالكلام الأقصده والله أتوقع حتى في ناس من أول ما لعبت اللعبة قادة هذا اللعبة تحطم دستاني مو موضوع إنه نقول إنه هذا اللعبة تحطم دستاني أو لا موضوع إنه نقول فيه ألعاب كثيرة الصراحة إحنا نخفل عنها فيهم متعة بس إحنا نظل نحب دستاني ونلعب دستاني فأتوقع أن الفترة جاي إذا بنجي ما عدلت وضعها ونزلت دي أل سي وعدلت كروسبل أهم شيء كروسبل إذا ما يتعدل هنقول لكم دستاني راح تموت موت الشانية موت الشانية فتقريبا هاك الشي يا شباب اللي عندي قدري هذا الفيديو تكلمت فيه أشياء يميني صار كثيرة بس موضوعي كان كله عن بنجي ودستاني والتحشيش اللي فيهم المتجرة على غباء أزاي إذا هاد اللي حذوها فا وفي كذبة نسيت ما قتكلم عنه شباب كذبة مرة عنيفة طبعا أول كان اتصال في دستاني على حسب المنطقة طبعا هم عدلوا اتصال خلوه على حسب سكيلز وصار الترايلز شوي أبو كلب حتى اللي لا يحارف يروح في دولس عمر يصار يروح في دولس سريع سريع مو الموضوع ان يروح في دولس بس موضوع على كذبة الاتصال أول كان الاتصال على حسب المنطقة إذا تسوي بحث على المنطقة اللي انت فيها بس مع الاكسبانسون جديد غيروا هاد الموضوع يقول لك عشان فيه تحسينات لا اساسا من فيه تحسينات على حشان السكيلز مثلا اذا عندك انت 45 سكيلز راح يدخلك في الناس مستواك 45 سكيلز يعني انت في سعودية يجيب لك واحد من امريكا واحد من اليابان واحد من الصين واحد من تايوان واحد من جنوب افغانستان مثلا عادي يعني ما فيه اي مشكلة ف يجيب لك من جميع نحاء الحالم ويحطك اياهم في جيم واحد واكيد طبعا يا حبيبي راح يكون جيم ملاقلك بيكون ملاقلك طبيعا طبيعي هذا الشي حتى ان كولوفو ديوتي بلاك كوبس 3 سوت هذا الشي ويوم عرفوا الناس خلال يوم خلال يوم او يومين تقريبا ان شاء له هذا الشي على طول كنسلوه كنسلو ابو اللي جاوب يا حبيبي لان عرفوا راح الناس تسوي ريج ورح تعصب ورح تقنسلوه مو من لابه وهذا اللي صار رحين في مقبل فترة من دستاني لما تلعب في كروسوبو تشوف اتصال ابو كلب مع انه قالوا ان ان شاء له هذا الشي بس انا اقولكم من داخل اذا كنا من داخل يقول يا جهاد لا واكبر ديج للشباب اللي لعبوا الايرون بانر هذا الاسبوع الكل اشتكى من الاتصال اتصال ناشي شي ما تغير فهذه كذبة من كذبهم اللي خلاني انغبن فيهم اكثر واكثر ان شاء الله خير ان شاء الله خير نقول فاعطون شباب رأيكم في الكومنت تحت شون رأيكم بالكلام ما اللي قلت له هذا عن بنجو دستاني اذي انه كلام ما بيعجب ناس كثيرة والناس راح تزعل يمكن تساولي انسابسكلايب اذا كلام يزعلك انا اقولك سوي انسابسكلايب ما عندي اي مانع لان انا اقول كلام الحق يعني اللي احسي صح واشوفه صح وحس هذا الشي من مصلحتنا راح اقوله بتزعزعل؟ انزعل على راحتك يا حبيبي بس همشي يطلع اللي في قلبي واقوله بنجي ما اخذ الزرعة جرعة من الغباء الزايد وخاصة في كروسبل فاتمنى ان هذا الشي يعتدل هذا فيديو ما بيوصل لبنجي فعشان كده ما اخذ راحتي في الكلام وان شاء الله خير فعطني شباب رأيكم في الكومنت تحت هل الكلام توقعون قلته صحيح؟ واذا في شي انا غلطان فيه او تحسون انا غلطان اكتب لي احسي المنتوحات مو تقول لي انا غلطان بس عطني سبب مقنع ليش راحلي ترى اقرأ والله كومنتات كامل حتى اللي يسيبني اقرأ وخليه خليه سبعة راحتي ما في مشكلة عطني سبب مقنع كامل ليش انا غلطان والكلام اللي قلته عن بنجي خطأ معنى توقع اغلب الشعب اللي راح يصدقني زين اذا ما قالوا الكلام اللي بعد يعني زادوا من الجراعات اللي سووها الغباء فيه يعني بس ان موضوع الاساسي كان عن كروسوبول والغباء اللي سوه لان هذا الشي راح يقتل اللعبة كامل اي ستوري ما يدوم لفترة طويلة والقرايند حق اللوت ما يدوم لفترة طويلة اللي يظل كل البي في بي وهذا الشي اكيد ما حد يقدر يناقشني فيه ابدا ما حد يقدر يناقشني فيه امستحيل لا تناقشني فيه ابدا لان كلامي 100% صحيح اعطني لحبة اللعبة غير البي في بي وظل تحيل كل يلعبه لمدة 3-4 سنوات قدام مستحيل فعطوني لكم شابه في الكومن تحت ونشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي راح نزل طبعا الفيديو الجاي عن The Division وراح رويكم فيديوهات ان شاء الله تعجبكم والبيت على شي خرافي وشوفكم على خيال سلام عليكم